شدينا التساعة صباحاً مع موجز لأهم الأنباء مع لمي حمدين تفدري يا لمي شكراً جمانا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركات أو شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال أقمة شرم الشيخ كوب 27 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حجد التمولات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية والتي لقت إشادة كبيرة من الشركاء الدوليين وجه الرئيس السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات السلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرية وعملية التنمية أيضا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التقطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تدعاية الأوضاع العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تدعاية الأوضاع العالمية وتطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تدعاية التغيرات المناخية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد وخلال الاجتماع استعرضت الوزير البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4% رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي استمرار تدعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية للأوكرانية فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية نشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود قال بايدن أنه قد يلجأ إلى قانون صدر عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية مشيرا إلى أن هذا الإضراب سيدر بملايين الأشخاص ويدمر اقتصاد الولايات المتحدة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تتحمل مسؤوليتها بجدية بالغة للمساعدة في تزويد تايوان بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة لفتن إلى أن الصين تصارع بشكل هدف من أجل الهيمنة العالمية واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف عهد الحرب الباردة وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة قادت سنائيات فرنانديز البرتغال لبلوغ دور الستة عشر لكأس العالم بعد فوزها بهدفين دون رد على أوروغوي لتنضم إلى فرنسا والبرازيل بهذه النتيجة تواجه أوروغوي مهمة صعبة في مباراتها الأخيرة ضد غنة التي حافظت على أمالها في التأهل بفوزها بثلاثة أهداف لهدفين على كوريا الجنوبية في المبارات الأخرى بالمجموعة الثامنة نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل